وشهدت ورش العمل التحضيرية قبيل انطلق المنتدى مناقشات التعليم ما بعد الجائحة ودور الشباب في مواجهة التحديات البيئية والمناخية كما تم عقد ورشة عمل أخرى حول جائحة كورونا وتنامي دور التكنولوجيا المالية في الأسواق النشئة وجلسة أخرى حول التعليم ما بعد الجائحة قبل الافتتاح الرسمي للمنتدى بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي تواصلت فعاليات الورش التحضيرية لمنتدى شباب العالم بعقد ورشة عمل تحت عنوان التعليم ما بعد الجائحة ومصارات التعافي حيث أشار المشاركون إلى أن التنسيق بين الجهات التمويلية يعد أمرا مهما فيما يخص تطوير التعليم ما بعد الجائحة التنسيق ما بين الجهات التمويلية ده أساسي جدا لأنه ممكن يكون يحصل دوبليكيشن يعني بنعمل بنحاول نوصل لنفس المجموعة نفس الفئات نفس الهدف فالتنسيق ما بين الجهات التمويلية الموجودة ده حاجة أساسية جدا في الـ effectiveness بتاعت التمويل وفي جلسة حول دور الشباب في مواجهة التحديات البيئية والمناخية أكد المشاركون أن أغنى الدول بالعالم مسؤولة عن 52% من الانبعاثات الكربونية في حين أن الدول الأفقر مسؤولة عن 7% فقط أغنى 10% من العالم مسؤولة عن 52% من الانبعاثات والأفقر 50% الأكثر فقر مسؤولة فقط عن 7% من الانبعاثات خلال هذا العام لذا مجددا القصة تختلف وهذا يعتمد على كيفية نظرنا لهذه الانبعاثات كيف يتم حكم إقراءات المناخ واحد من أهم الكيانات وهي اتفاقية الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ والتي تمنع البشر من أن يضروا بالمناخ هناك 197 بلد وقعوا على الاتفاق ونحن سنستمع إلى هذا التعريف كثيرا وفي ورشة عمل أخرى حول جائحة كورونا وتنامي دور التكنولوجيا المالية في الأسواق الناشئة أكد المشاركون أن الجائحة أثرت بشكل كبير على التطبيقات المالية والتحول نحو المدفوعات الرقمية بصفة مدير للتطبيقات فتأثرت سلبا وتأثرت كثيرا بسبب ظروف الجائحة وأعطت النظر في هذه الحياة المهنية وقمنا بأعادة النظر في تطبيقاتنا وأظن أننا عندما نتحدث عن المدفوعات الرقمية فقد تأثرت كثيرا على مدار الأعوام القليلة الماضية لا سيما في ظل ظروف الجائحة ولكن فقط أردت أن أسلط الضوء على ما هي الخطوات الرئيسية التي قمنا بتنفيذها وما هي الأشياء التي نرغب في أن نفعلها بالتعاون مع الفريق التشريعي والفريق الفني في ظل جائحة كورونا كوفيد 19 وكما رأينا جميعا كان علينا أن نتسوق ودفع الفواتير وكذلك دفع الكثير من النفقات وأنت جالس في منزلك كذلك تم عقد ورشة عمل ضمط العديد من الشباب حول التعليم بعد الجائحة أشار خلالها الخبراء والمشاركون إلى أن التنسيق بين الجهات التمويلية يعد أمرا مهما فيما يخص تطوير التعليم بعد الجائحة إذن لدينا مجموعة من الأدوات المنظمة من أجل مساعدتنا على الإجابة عن الأسئلة في كل من المراحل بالأمس غطينا دائرة الاتصال وبالنسبة لدائرة المنظور هي ليست أداة في حد ذاتها ولكننا تدربنا على كيفية التدريب على التفكير في وجهات النظر المختلفة المتعلقة بالمجموعات وأصحاء والأطراف المعنية تتضمن أجندة المنتدى استعراض التجارب التنموية في مواجهة الفقر وسيتم مناقشة المبادرات التنموية حول العالم والتي تتضمن مبادرة حياة كريمة كمثال المصري الناجح لمبادرة تنموية تحقق أهداف التنمية المستدامة ترجمة نانسي قنقر